السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطلبات الصف الثاني الاعدادي النهاردة ان شاء الله معانا الجزء التاني من الدرس المناخ والنبات الطبيعي النهاردة هنتكلم على الاقليم المناخية والنباتية في الوطن العربي كل اقليم عندنا هندرس فيه الموقع والخصائص المناخية والخصائص النباتية والحيوانية اول اقليم عندنا اسمه البحر المتوسط اقليم البحر المتوسط بيقع في الاطراف الشمالية من الوطن العربي على سواحر البحر المتأسط والدول اللي بتمر فيه مصر والجزائر وتونس والمغرب. الخصائص المناخية يعني المناخ عامل ازاي الجو يعني عامل ازاي? حار في فصل الصيف ومعتدل ممتر في فصل الشتاء. والخصائص النباتية والحيوانية موجود في غابات معتدلة. بتبقى فوق الجبال اللي بتتسم بغزارة الامطار. الامطار بتنزل فيها بشكل كبير. زي جبال اطلس ومرتفعات بلاد الشام والعراق. ومن اهم اشجرها شجرة اسمها البلوت الفليني. والزيتون وشجر الارز. وشجر الارز دوت اتخذته لبنان شعار لها. تاني حاجة عندنا الحشائش. الحشائش اللي موجودة حشائش معتدلة. اللي هي اسمها الستيبس. دي بتنمو في اقليم او بين اقليم البحر المتوسط واقليم الصحراوي. وبتزدهر في فصل الشتاء. وبتجف في فصل الصيف. وبتربى عليها الاغنام والماعز. الاقليم التاني عندنا هو الاقليم الصحراوي. بيشغل مساحة 80% من الوطن العربي. بيقع بين اقليم البحر المتوسط شمالا. وهي الاقليم المداري اللي احنا هنقده كمان شوية جنوبا. الخصائص المناخية. المناخ بيكون قاري. بيكون شديد الحرارة في فصل الصيف. خصوصا في النهار. وشديد البرودة في فصل الشتاء. خصوصا في الليل. اما الخصائص النباتية والحيوانية. بتختلف النباتات حسب كمية المطر زي ما قلنا. فبتنمو حشائش قصيرة في المناطق قليلة الامطار. وموجود برضو نباتات شوكية. زي الصبار. ومن اهم الحيوانات اللي بتربى في الاقليم دوت. الزواحف والابل والغزلان. اخر اقليم معانا هو الاقليم المداري. الاقليم المداري موجود جنوب الوطن العربي. في معظم السودان وجنوب مروتانيا وسط الصومال وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. الاقليم دوا بيمتاز بالنهار ممتر في فصل الصيف. وفي الشتاء معتادل وجاف. الخصائص النباتية والحيوانية. بيكون موجود فيه غابات مدارية زي اشجار الصند. دي اللي بنستخرج منها السمغ العربي. وموجودة حشائش حارة اللي هي السفامنة. وبتتدرك في الطول من الجنوب للشمال. وده طبعا حسب كمية المطر. وبيعيش فيها انواع متعددة من الحيوانات. زي الزراف والافيال والقصود والنمور. الدولة ناخد مع بعض بعض التدريبات عن الدرس. اول سؤال عندنا اكمل العبارات التالية. يسقط المطر على اقليم البحر المتوسط في فصل الشتاء. تاني سؤال تنمو اشجار الصند في الغابات المدارية. تالت سؤال تنمو حشائش نقط بين اقليم البحر المتوسط والاقليم الصحراوي. طبعا حشائش الستيبس. سين اتنين بما تفسر. سقوط الامطار جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. هنا هنعرف الاقليم او جنوب غرب شبه الجزيرة العربية بيقع في اقليم مناخي. طبعا هو بيقع في الاقليم المداري. وزي ما قلنا الاقليم المداري المطر فيه بيكون كسيف او غزير في فصل الصيف. وبيقل في فصل الشتاء. السؤال اللي بعده اهمية اشجار الصند طبعا بنستخرج منها السمغ العربي. وبكده انتهينا من درسنا على امل الالتقاء في درس قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.